قبل مطلع الفاصم النهاردة النادي الاهلي بالتأكيد كان فيه خطاب تهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر نتكلم في الزكرى رقم 48 على هذا الانتصار اللي بنسبنا بالتأكيد من بثابة النصر والعزة والقرامة للجيش المصري والشعب المصري ذكرى انتصارات اكتوبر النادي الاهلي يهنئ فخامة السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ضمن على الشاشة بالتأكيد خطاب التهنئة من النادي الاهلي اليوم لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة ايضا كمان النادي الاهلي يهنئ الفريق اول محمد دازاكي وزير الدفاع في ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة وايضا كمان شركة استادات الوطنية تهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة 48 سنة على ذكرى النصر والعزة والقرامة ودايما يا رب كده جيش المصر والشعب المصري ايد واحدة في النهاية بالتأكيد ده مصر بالتأكيد بلدنا بنتمنى الفترة الجاية باذن الله دايما في تنمية ورخاء وازدهار زي ما احنا شايفين خلال السنوات الاخيرة